اهلا بكم اعزائي المتابعين معكم الدكتور تامر النهاردة هندرتش شوية مع بعض عن ازاي تقرأ التقرير بتاع الايكو بتاع الموجات الصوتية على القلب بالنسبة ليك كدكتور تكليف او دكتور حديث التخرج او دكتور بطنة يعني مش دكتور قلب متخصص يعني ناخد فكرة سريعة كده عن الايكو وازاي نقرأ التقرير بتاعه لما يجي لك والحلقة مخصصة للاطباء والطاقم الطبي وما تنساش في البداية اعمل لي لايك للفيديو لما يجي لك تقرير ايكو او موجات صوتية على القلب وعايز تقرأه ففي شوية مبادئ او اساسيات لازم نعرفهم اولا انك تاخد تاريخ مرضي من المريض بتاعك كويس وتفحصه كويس جدا وتشوف كمان السبب اللي عشانه انطلب هذا الايكو او هذه الموجات الصوتية الايكو او الموجات الصوتية على القلب ده فحص امن جدا لان هو صنار عامل زي الصنار اللي بنعمله للحوامل اشيعة تلفزيونية يعني فده حاجة امنة جدا ومنتشرة جدا جدا ومفيدة جدا جدا وفي منه انواع في نوع اسمه ترانس لثراسك ايكو اللي هو بيتعمل من برة من على الصدر من برة وده الاشهر ده اللي انا بتكلم عنه النهاردة واللي انت غالبا هتشوفه وبنختصره تي تي اي في نوع تاني اسمه ترانس اوسفجية الايكو يعني عن طريق منزار من الاوسفجاس وبنختصره تي اي اي او تي او اي وده بيبقى ليه تكات معينة كده ساعات بنحتاجه فيها غير الترانس ثراسك ايكو وفي حاجة اسمها ثري دي ايكو يعني سلاس الابعاد وده طبعا اضاق شوية وهكذا يعني في انواع لكن احنا النهاردة هنتكلم عن ترانس ثراسك ايكو فالايكو بقى اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة ده مفيد جدا في انه بيبينك الستراكتشر والفانكشن بتاعت القلب بيبينلك الوظيفة والتكوين بتاع القلب لكن هو مش بيبين الكورونري ارتريز او الشرايين اللي بتغزي القلب هو مش بيبينها او بيوضحها بصورة مباشرة لا مش بيشوفها اصلا لكن ممكن يشوف دليل على وجود مشكلة فيها زي ما هنعرف بعد شوية فدي من احد عيوبه انه مش بيبين الكورونري ارتريز بشكل مباشر كمان طبعا مش بيبين مشاكل التوصيل الكهربائي في القلب دي حاجات تانية كمان في عيب عندنا في التي تي اي ترانس ثراسك ايكو ده اللي هو من بره ده انه مش بيبين شوية لو فيه ثرومبس او جلطة متكونة في الايتريام في الاوذين وخصوصا اللي هي بتاعة الاوذين الايسر يعني لو انت عندك عيان عنده اي اف رجفان اوزيني او رفرفة اوزينية وعايز تعرف فيه ثرومبس في الايتريام ولا لأ ولا في اللي في الاوذيني الاوذيني ولا لأ يبقى تعمله تي اي اي او ترانس اصفجال ايكو مش ترانس ثراسك ايكو وفي ملحوظة كمان تعرفها ان المفروض القياسات اللي احنا بناخدها في الايكو تبقى على حسب نوع المريض هل هو ذكر او انسة والعرق بتاعه والحجم بتاعه البودميس اندكس بتاعه كمان لان لو شخص صغير فالقلب بتاعه صغير والمقاسات فيه صغيرة شخص ضخم فالقلب بتاعه اضخم والمقاسات فيه اكبر لدرجة ان هم بيعملوا مقاسات لكل متر مربع من مساحة هذا الشخص لكن احنا خلينا على المشهور وخلاص والمقاسات العادية وخلاص وخلينا نشوف بقى العناصر اللي بيحددها الايكو واللي بتكون موجودة في التقرير بتاعه النقطة الاولى هي الريت والريت ممكن يقولك الريت يعني القلب ده بينبط كم ضربة في الديئة وممكن يقولك الرزم حاجة مثلا زي الاف ودي من اشهر الحاجات اللي ممكن تلاقيها مكتوبة يقولك اي اف او يقولك the heart is fibrillating مثلا النقطة التانية هي اللي هي قوة عضلة البطين الايسر ويعتبر يعني من الاخر هي قوة القلب نفسها لان احنا عارفين ان البطين الايسر او هو ده المسؤول عن انه يضخ الدم لكل اجزاء الجسم فقوة القلب تكمن في هذا الجزء ودي بنحكم عليها بكذا نقطة من اهمهم طبعا الايجيكشن فراكشن ودي نقطة كتير من الناس بتعتبرها هي الدلالة على كفاءة القلب يعني يشوف الايكو اول ما يشوفه يقولك شوف الايجيكشن فراكشن بتاعه كام مثلا ده 60% خلاص ده طبيعي لا ده 40% يبقى فيه مشكلة في ضخ الدم عند هذا الشخص ولو ان الايجيكشن فراكشن هي بور شوية او غير دقيقة بالشكل الكافي عشان تحكم على قوة العضلة لكنها هي الاشهر استخداما وغير دقيقة لان هي بتعتمد كتير على البريلود والافترلود وفيه طرق تانية عشان نتجنب هذه النقطة ونحسب حسابات تانية حاجة اسمها TEI Index مثلا او حاجة اسمها لكن خلينا في المشهور الناس كلها عارفة ان هي مؤشر على قوة عضلة القلب الطبيعي فيها من 50% ل70% ده الشخص الطبيعي كمان النقطة التانية هي بمعنى ان القلب لما بينقبض خصوصا عضلة البطين الايسر زي ما قلنا بتنقبض بشكل متناسق والعضلة كلها بتتحرك فلو فيه مشكلة في هذه الحركة بنبص ونشوف هل هي يعني العضلة ككل مش بتتحرك ومش بتنقبض بالشكل الكافي فده دليل ان فيه كاردوميوباثي حاجة مثلا زي الديليتت كاردوميوباثي مشكلة في العضلة ككل ولا فيه ريجونال والموشل ابن رمالتس ريجونال يعني منطقة محددة يعني العضلة كلها بتنقبض بشكل كويس مع ده جزء محدد هو اللي فيه هايبوكينيزيا او اكينيزيا يعني فيه حركة بسيطة او مفيش فيه حركة فده بيقول ان الجزء ده حصل له سكيميا يعني الدم اللي رايح له قليل او وقف وده ممكن يكون دليل على ان حصل انفاركشن قبل كده او جلطة في الشرايين بتاعة القلب المغزية لهذه المنطقة فلما تلاقي ريجونال والموشل ابنرمالتس ده غالبا بيقولك ان فيه سكيميا او انفاركشن حصل لهذه المنطقة على سبيل المثال لو في تقرير مثلا لقيت مكتوب هايبوكينيزيا ان انتيرور وال اند ايبكس مثلا فده غالبا يقصد ان حصل انفاركشن قبل كده في احد الكوروناريز او الشرايين اللي بتغزي القلب لهذه المنطقة لو قل لك مثلا او هايبوكينيزيا او اكينيزيا يعني الحركة فيه قليلة او مفيش حركة فغالبا يقصد ان حصل فيه مشكلة او حصل فيه انفاركشن قبل كده النقطة التالتة اللي بتكلم عنها الايكو هو يعني حجم زي الازين والبطين والسبتم والحاجات دي الاحجام او الاياسات وهل فيه هل فيه اتساع ولا لا مثلا الليفت فينتركل وهو الاهم البطين الايصر ففيه اياسين لي بنقيس مرتين فيه حاجة اسمها يعني في نهاية السيستول في نهاية الانقباض بنقيس والطبيعي فيه بيكون من اتنين ونص لاربعة سنتي فيه كمان يعني في نهاية الدياستول اكتر حتة هو متسع فيها بنقيس والطبيعي برضو المفروض يكون من اربعة واثنين لخمسة وتمانية من عشرة سنتي طبعا لو فيه دايلتيشن العيان عنده دايليتد كارديوميوباثي ممكن تلاقيه متاسعة المقاسات دي بقى بتكبر مثلا لو العيان عنده ميترال ريجيرش عنده ارتجاع في الصمام الميترالي او اورتك ريجيرش ارتجاع في الصمام الاورتي ولقينا الليفت فينتريكل اللارجت او ديليتد فده معناه ان الحالة سيفير الريجيرش او الارتجاع ده شديد وعمل مشكلة في الليفت فينتريكل كمان الاياسات حاجة زي الايتريام الاوزين خصوصا برضو الليفت ايتريام ولما بنيجي نقيس الايتريام بنقيسه وقت الاند فينتريكولر سيستول يعني لحظة نهاية السيستول بتاع الفنتريكل بناخد المقاسات بتاعت الايتريام لان ده اكتر وقت الايتريام بيكون فيه متسعة الليفت ايتريام المفروض يكون من 3 ل 4 سنتي وبرضو مثلا لو عيان عنده اي اس دي ايتريال سيبتال ديفيكت او فتحة او ثقب في الجدار اللي بين القزينين ولقينا فيه راية ايتريال اللارجمنت او راية فينتريكلر اللارجمنت يعني الناحية اليمن من القلب كبرت فده دليل على ان الاي اس دي ده هيمو ديناميكلي سيجنيفكت عامل مشكلة كبيرة لهذا المريض كمان بالنسبة للمقاسات بنقيس الانتر فينتريكلر سيبتام الحاجز اللي بين البطينين الايمن والايسر والطبيعي يكون من 6 من 10 ل 1 سنتي كمان بنقيس البوستير وال بتاعمين الليفت فينتريكل وبرضو المفروض يكون من 6 من 10 ل 1 سنتي يبقى المقاسات عموما في القلب بتتقاس كمان في الايكو النقطة الرابعة وهي ليها علاقة برضو بالنقطة التالتة هي الهايبيرتروفي احنا قلنا هل فيه ديلاتيشن ولا لا بنعرفها بالمقاسات طب هل فيها هيبيرتروفي تضخم سواء في العضلة او في السيبتم في الحاجز تضخم معناها زيادة الثيكنس زيادة سمك العضلة او زيادة سمك الحاجز دا يقول هيبيرتروفي فبالنسبة للفنتريكل بنقيس البوستير وال زي ما قلنا يبقى البوستير وال ثيكنس بتقول اذا كان فيها هيبيرتروفي ولا ما فيش احنا قلنا الطبيعي لحد 1 سنتي كمان بنشوف هل فيه اسيميترك سيبتال هيبيرتروفي يعني هل فيه تضخم في الانتروفنتريكلور سيبتم وبيكون اسيميترك وده اذا كان فيه شخص كبير السن الى حد ما بيكون انسيجنيفيكانت مش مهم قوي اما لو كان فيه شخص صغير لسه فده ممكن يكون هيبيرتروفي كاردوميوباثي طبعا حالة خطر لكن مش بس كده كمان ممكن ده يحصل في حالات الهايبيرتينشن ارتفاع الضغط كمان الاورتكستنوزيس وغيرها من الاسباب اللي ممكن تعمل اسيميترك سيبتال هيبيرتروفي ولو كان الهايبيرتروفي ده اكتر من 30 ميلي يعني اكتر من 3 سنتي فده خطر طبعا وممكن يحصل الرست والعيان ده لازم يركب ICD او الجهاز اللي بيدي صدمات اذا حصل الرست الجهاز اللي بتزرع للعيان عشان لو حصل الرست يدي له صدمة كهربائية مباشرة النقطة الخامسة اللي بتكلم عنها الايكو هي يعني الضغوطات داخل القلب وسريان الدم داخل القلب مسلا الضغط داخل الشريان اللي بياخد الدم من البطين الايمن ويوديه للرقتين بتشوف الضغط جواه وده برضه مفيد الى حد كبير في حالات كتير العيان لو عنده مشكلة في الصمام الميترالي فالضغط هنا يقول لك هل الحالة شديدة ولا مش شديدة محتاج تدخل ولا لا لو كان الضغط عالي في هذا الشريان يبقى في مشكلة محتاجين تدخل للصمام ده كمان ممكن يقيس الضغط داخل القذين الايمن عموما كمان بنشوف حالة الانفيرور فينا كيفا هل هو ديليتد ولا لا لانه لو ديليتد بيكون لي في بعض الحالات برضه زي الريستريكتف كاردوميوباثي وزي الكونستريكتف بريكارديتس في الحالات دي ممكن نلاقي الانفيرور فينا كيفا ديليتد كمان بنشوف يعني لما ييجي البطين الايسر يرتاخي عشان ياخد الدم فبنشوف الفونكشن دي الدياستول هنا شغال كويس ولا لا الدياستوليك فونكشن بتاعة الليفت فنتريكل شغالة كويس ولا لا وبيقسموها طبعا جريدز من واحد لاربعة يعني لو فيه ممكن يقولك لو فيه اي مشكلة يعني بتمنع الليفت فنتريكل انه يسترخي وياخد الدم بالطريقة الصحيحة النقطة السادسة اللي بتكلم عنها الايكو هي الصمامات بيشوف شكل الصمامات والمساحة بتاعتها وهل فيه اي مشكلة في الليفت بتاعتها ولا لا هل فيه ستينوزز هل فيه ريجيرج يعني هل فيه ضيق او ارتجاع ويقولك كمان ده ميلد او مودرت او سيفير الصمامات كلها طبعا ميترال فالف الصمام الميترالي ترايكاسبت اوورتيك بلموناري وطبعا بيحكم عن شدة الستينوزز او الريجيرج مش بس بالمساحة بتاعت الصمام والاورفس بتاعته لا عن طريق الجراديينت عن طريق الفلو اللي شغال لكن دي حاجات تيكنيكا الاكتر المهم هو هيقولك من الاخر اذا كان فيه ستينوزز او ريجيرج وهل هو ميلد او مودرت او سيفير ولا نورمل هل فيه مثلا ترصب للكالسيوم على هذا الصمام هل فيه اي مشكلة تانية ولا لا النقطة السابعة اللي بيتكلم عنها الايكو هي البريكارديام الغشاء المغلف للقلب بيحكم عليها هل فيه بريكاردر ايفيوجن يعني هل فيه تجمع سوائل او دم فيه هزي البريكارديام ولا لا طبيعي ان يبقى فيه تيريفيال او بسيط كده بريكاردر ايفيوجن ده طبيعي فيسيولوجيك لكن لو فيه بقى بكمية اكبر فده هيقولك ازا كان ميلد مودرت سيفير بريكاردر ايفيوجن وخلي بالك مش الكمية اللي بتحكم على السيفيريتي في البركاردر ايفيوجن يعني ممكن تبقى كمية صغيرة لكنها الرابد لأكيمولياتينج بتتراكم بسرعة دي تعمل تنبونات تبقى مشكلة كبيرة فمش شرط الكمية تدل على الشدة او السيفيريتي كمان الايكو ممكن يقولك هل فيه تنبونات ولا لا ولو ان ده حاجة كلينيكل لكن زي ما قلنا لو قلك مثلا ان فيه ديليتد انفيروفيناكيفا او مثلا اتريال انت فينتريكولر دياستوليك كولابس او حاجات تانية كده تقولك اكتر ان فيه تنبونات يعني المفروض في الدياستول يكبر احنا بلاقي في الدياستول بيحصل له كولابس نتيجة ان فيه حاجة زنقاء فيه حاجة من برا ضغطاء كذلك انفيروفيناكيفا نلاقيه ديليتد وهكذا لكن التنبونات دي حاجة كمان النقطة التانية بالنسبة للبريكارديام لو فيه مثلا ولو انها صعبة شوية انها تطلع بالايكو لكن ممكن يقولك كده وصعب انه يفرقهم شوية عن بعض لان الحجم في الحالتين بتاع القلب بيكون الى حد ما طبيعي كمان لو فيه بريكارديتس يعني فيه التهاب في البريكارديام ده بس عامل افيوجان عامل حاجة تانية ممكن يورهولك اما لو كانت فالايكو هيقولك ان هي طبيعي النقطة التامنة اللي بيتكلم عنها الايكو هو الرايد فينتريكل ما ننساش الناحية اليمين لكن هو لو معلقش على الرايد فينتريكل فغالبا يقصد انه طبيعي لو فيه اي مشكلة تانية برضو مثلا متسع او اي مشكلة تانية فهو هيعلق لك عليها عنها الايكو برضو هو الاورطة بيحكم على الاورطة من اول اللي هي الجزء الاول من الاورطة واللي فيه بعد ومباشرة السمام السمام الاورتي وبداية واللي المفروض تكون مساحتها من اتنين سنتي لتلاتة وواحد من عشرة سنتي كمان بيحكم على اللي هو الجزء الطالع ده لكنه مش بيحكم كويس على ولا الابدومنة طبعا اورطة وهكذا فلو فيه ودي طبعا حالة خطر وتحتاج جراحة وتدخل عاجل غالبا الايكو هيقول لك لو فيه اورتيك دايسكشن كمان لو فيه اورتيك انيوريزم برضو الايكو هيقول لك ولو ان انت لو شكيت في الانيوريزم فانت هتحتاج تعمل للعيان ده اشياء مقطعية على الشيست والابدومن وممكن نعمل صنار كمان للابدومن النقطة العشرة اللي بيتكلم عنها الايكو هي لو فيه مثلا يعني الصغب فيه الجدار اللي بين الازين الايمن والازين الايسر كذلك لو فيه صغب فيه الجدار الفاصل ما بين البطين الايمن والبطين الايسر وزي ما قلنا بيوريلك يعني الصغب ده لو عامل مشكلة وعمل في اي تشامبرز فده هيقوله لك ويقولك بتاعته يعني النقطة الحداشر لو فيه ماسز او ثرومبس لو فيه كتل او او رام او اي حاجة كده او ثرومبس اللي هي الجلطة دموية داخل القلب وزي ما قلنا هو مش دقيق او مش سنستيف قوي في حالة لكن ممكن يظهر لك لو فيه حاجة مثلا في الفنتركل او احيانا في الاتريم ممكن يشوفها لو فيه ثرومبس فعيان مثلا عنده اي اف او رجفان اوزيني لكن احنا قلنا الاختيار الاول في النقطة دي هو اللي هو عن طريق المنزار كمان ممكن تشوف الميجزومة لو لقيت كتلة كده عاملة زي البوليبس كده ولا البدنكليتد يعني مسكة في في الحاجز اللي بين الازينين كمان لو لقيت مثلا ماس ماسكة في السممات فدي ممكن تكون بتاعة ايه حاجة زي او حاجة زي مثلا يعني فلو فيه مثلا ثرومبس او ماس او فالايكو ده ممكن يشوفها النقطة الاتناشر اللي بيتكلم عنها حاجة اسمها يعني حاجات بالصدفة نشوفها انت داخل تعمل سبب تلاقي حاجة تانية زي مثلا كونجينتال هارت ديزيز اي مشكلة خلقية في القلب حاجة في السممات مثلا او اي مشكلة تانية خلقية موجودة في القلب او بلورا اللي هو تجمع سوايل او في البلورا اللي حوالين الرئة انت داخل تشوف القلب بالمرة بتشوف جزء من الرئة او هباتك ليجن تلاقي مشكلة في الكبد ما احنا قلنا هو ده اصلا سنار عادي هو سنار فممكن وهو بيبص التحت يلاقي حاجة في الكبد او يلاقي ماس او حاجة تيومر او اي ماس تانية ضغطة على القلب فحاجات تانية بالصدفة ممكن يلاقيها فهم دول اللي اتنشر نقطة اللي بتكلم عنهم وتعالي دلوقتي نشوف الايكو اللي قدامنا ده ونقرأ كده مع بعض اول حاجة فوق دي بتكون الاياسات مثلا اي او دي اللي هي الاورتك انيولاس اللي تكلمنا عنها اول جزء في الاورتة واحنا قلنا الطبيعي المفروض يكون من اتنين لتلاتة واحد من عشرة سنتي فهو هنا طالع تلاتة وتسعة وتسعة وتلاتين من مية يعني فيه الى حد ما تضخم شوية او ابتساع شوية في الاورتك انيولاس اللي ايه اللي هو الليفت اترياب طالع اربعة واثنين من عشرة سنتي الطبيعي لحد اربعة برضو متضخم شوية زغيرين اي في اس اللي هو انتر فنتريكولر سيبتا طالع واحد واحد من عشرة الطبيعي لحد واحد البي دابيو يقصد بيها بستيرر وال بتاع الليفت فانتريكل فبرضو الطبيعي المفروض لحد واحد هنا طالع واحد واحد من عشرة اللي في اي اس دي اللي هو الليفت فانتريكولر اند سيستوليك ديامتر زي ما قلنا في نهاية الانقباض طالع اربعة واثنين من عشرة والطبيعي الحد اربعة معنا برضو كده ان فيه تدخم شوية او يمكن ضعف شوية يعني مش بينقبض الانقباض التام كمان اللي هو معناها في لحظة نهاية الانبساط نهاية الدياستول طالع كام خمسة وسبعة من عشرة الطبيعي الحد خمسة وثمانية من عشرة بعد كده مكتوب ايجيكشن فراكشن اي اف دي اللي هي ايجيكشن فراكشن طالع 46% معناها قليلة شوية احنا قلنا الطبيعي من خمسين لسبعين في المية فالايجيكشن فراكشن هنا قليلة شوية معناها كفاءة عضلة القلب قليلة شوية عن الطبيعي في بعض التقارير تكتبلك اياسات تانية اكتر من كده في اياسات كتير في القلب طبعا فعشان تعرف الطبيعي بتاع كل اياس في موقع انا هسيبهولك تحت موجود فيه الاياسات الطبيعية والاختصارات عشان تعرف كل اياس يقصد بي ايه ساعة تلاقي رمز كده اف اس مسلا فدي حاجة اسمها فانت مش هتعرف لأ الموقع اللي هسيبه لك ده فيه جميع الاختصارات والاياسات الطبيعية واللي مش طبيعي فيها. دلوقتي ننزل بعد كده على المكتوب الوصف في اتساع في زي ما احنا شفنا يعني كمان بيقول ان في ضعف في ستة وربعين في المية يعني هي بتاع الراجل ده ستة وربعين في المية دي احد الطرق لقياس برضو ملناش دعوة بيها دي حتة كده لكن هي ستة وربعين في المية اللي هي يعني في هنا مناطق في القلب مش بتتحرك بشكل كويس بيقول لك في شكل تقريبا عدم حركة يعني وحيانا يقول لك يعني في حركة بس مش زي الباقي لكن هنا بيقول لك يعني تقريبا مش بنتحرك الاجزاء دي طيب فاني مناطق بقى بيكتبها بيقول لك اللي هي ايه بقى اللي بيغزيها اللي بيغزيها اللي بيغزيهم المناطق دي مش بتتحرك بشكل كويس او مش بتتحرك خالص نتيجة انه حصل او في مشكلة في الدم اللي بيوصل لهم الشوريانين دول فيهم مشكلة كبيرة وممكن يكون كان حصل فيهم جلطات بيقول كمان في زي ما قلنا يعني كمان ارتخاء القلب مش بالشكل الطبيعي لان الحركة ككل فيها مشكلة ففي ديس فانكشن بس جريد وان يعني في مشكلة لكن يعني حاجة بسيطة بعد كده بيقول يعني الصمام الميترالي عليه ودي حاجة غالبا مع السن لان المريض بتاعنا سبعين سنة يعني في ارتجاع في الصمام الميترالي لكنه بسيط والارتجاع سببه اللي حصلت او ترسب الكالسيوم عليه يعني كمان بيقول ان في برضو بتاعته عليها وسكلوريتك يعني فيه شوية او يعني السمك بتاعها زيت شوية يعني مفيش مشاكل يعني مفيش ولا ولا حاجة هو فيه شوية لكن مش عاملة مشاكل بيقول كمان في يعني في ارتجاع في الصمام اللي هو بتاع الناحية اليمين اللي بين البطين الايمن والازين الايمن لكن مش عامل مشكلة برضو كاتب ايه مفيش مشكلة بل مناري هايبرتانشن مفيش مشكلة على البلموناري ارتري زي ما قلنا الشريان اللي رايح للريقتين مفيش فيه زيادة في الضغط فمعنى كده ان مش عامل مشكلة مفيش لكتل ولا جلطات او كتل دم متكتلة يعني عاملة جلطة داخل القلب بعد كده كاتب اللي هو الحاجز اللي بين القزينين والاي في اس اللي هو اللي هو اللي هو الحاجز اللي بين البطينين مفهومش مشكلة سلام يعني بعد كده كاتب يعني الغشاء المغلف للقلب كويس سليم يعني مفيش دم او مفيش متجمع وعمل لأ مفيش بعد كده بتلاقي دي عن الخلاصة الاستنتاج في ايه بقى في الراجل ده زي ما احنا قلنا في دلالة على ان في اس كيميا اللي هي المناطق اللي مش بتتحرك كويس في القلب بتقول ان في اس كيميا الراجل ده عشان الاجيكشن فراكشن قليلة كمان اللي هي التغيرات مع السن والزمن بقى اللي احنا قلنا عليها اللي عم وجودة على السمامات السمام الميترالي والسمام الاورتي كمان يعني اللي بيجي يسترخي مش بيسترخي بالشكل الكافي لكن يعني حاجة بسيطة وكفاية المسال ده دلوقتي عشان الفيديو ما يطلش اكتر من كده لو عايز نعمل فيديو تاني نقرأ فيه بعض الايكوهات بعض التقارير زي كده يعني عشان نتدرب عليها اكتب لي الكلام ده في الكومنتس او التعليقات واحنا نعمل فيديو عن بعض التقارير كده عشان نتدرب اكتر وفي النهاية احب اشكركم ما تنساش اشترك في القناة واعمل لايك وشير شكرا لحضراتكم